السلام عليكم اليوم رح اشرح الملتي بليكسر ملتي بليكسر هو سيركت يعني زي اي سيركت اخذنا قبل الانكودر او الديكودر فكرتي الملتي بليكسر انه بتدخل علي ورح يطلع لك ون اوتبوت دايما شو ما كان المدخلات الاوتبوت رح يكون ون بس حسب السليكشن لاين بيكونوا ان تمام السليكشن هما الكنترول للمالتي بليكسر هلا كيف بنعمل ديزاين لمالتي بليكسر هلا عندي مثال الي اعملتوا تايم ون مالتي بليكسر تمام هلا كيف اول اشي اول خطوة بسويها برسم المالتي بليكسر برسمه هلا هو تو باي ون يعني رح يكون عندو ون اوتبوت رح اسمي واي وعندي ام تو انبوت اللي هما اكس واي مثلا بنسميهم اس وان تمام بما انو انا عندي الانبوت اتنين السليكشن لاين رح يكون عندي واحد هلا هيك بداية انا رسمت خليني اسمي هذا اي زيرو واي وان وهذا سليكشن زيرو تمام هلا لما اجي الخطوة التانية بدي اعمل فانكشن تابل هلا فانكشن تابل مش زي التروث تابل بس يعني كتر بيشبهو بالفانكشن تابل رح احط اس اللي هي السليكشن اللي انا حكيت عنه كنترول والواي اللي هما الاوتبوت هلا في عندي خيارين للسليكشن اما يكون زيرو واما يكون ون وعالجهة هاي رح احط الانبوت اللي هما اي زيرو واي ون تمام هلا لما اجي بدي ارسم المرتبليكسر رح ارسمه اي زيرو هاي المدخل الاول و اي ون تمام وعندي هون رح يكون عندي الاوتبوت اللي هي واي وعندي الاس الاس عندي مرة بيكون زيرو ومرة بيكون ون فانا رح اطلع مرة نات ومرة عادي تمام هلا رح يدخل واند الاي زيرو مع النت رح يدخلو باند والاي ون رح يدخل مع الاس مش من فيه مم كلهم رح يدخلو بار ويطلعو لي واي فهاي رسمة الملتبليكسر من جوه اول اشي بطلع احتمالات الاس اللي هما بعدين بحط الامبوت وبرسم عادي يعني بدخل الاي مع الاس سواء كانت نوت او مثبتة اقوما فيه تمام ناخد مثال ثاني عندي 4x1 ملتبليكسر نفس الاشي باجي برسم الملتبليكسر عندي الاوتبوت دائما واحد المدخلات رح يكونوا عندي اربعة i0 i1 i2 و i3 بما انه عندي هدولة اربعة معناها الاسيليكشن عندي اثنين s0 و s1 لما اجي بدي اعمل function table زي ما عملنا قبل عندي selection 1 0 وعندي selection 1 والاوتبوت عندي اياه y رح اهط احتمالات selection 0 0 0 1 1 1 والي رح يكون عندي i0 i1 i2 و i3 تمام هلا لما بدي اعمل implementation نفس الاشي رح احط i0 i1 i2 و i3 بدي selection رح يكون عندي i3 و مع i2 i2 i1 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 السيرو برايم مع اس ون بعدين عندي اي تو مع اس زيرو و اس ون برايم اس زيرو و اس ون برايم تمام اخر واحد اللي هو اي ثري مع اس زيرو و اس اي ون اس ون و اس زيرو كلهم رح يدخلوا عندي بي اور و رح يطلع عندي الاوتوت هيك بشكل عام برسم المرتبالكسر هلا في شغلة تانية اللي هي نفس فكرة الديكودر انه اي فنكشن بقدر ارسمه بالمرتبالكسر زي ما حكينا انه اي فنكشن عندي بقدر ارسمه بالديكودر هلا كيف فكرة كيف اني اعمل فنكشن بالمرتبالكسر عندي نقطة كتر مهمة انه لازم يكون عندي الفنكشن على صيغة sum of min terms ما بينجسم عندي الا بالsum of min terms اذا جاب اللي باي صيغة تانية انا رح احولها للsum of min terms وبعدين ابدأ ارسم الخطوة الاولى بالرسم اتأكد انه هو على صيغة sum of min terms الخطوة التانية رح ارسم truth table للفنكشن هلا ما اعطيني فنكشن بالمثال xyz من term one two six seven هلا seven اوكي هلا رح احط truth table xyz رح احط الاحتمالات عادي zero one zero one zero one zero one تمام هلا لما الفنكشن عندي ما اخذ من term one two six و seven تمام هيك عملت التروث table هلا لما اجي بدي اعمل المولتي بليكسر رح ارسمه رح يكون one output عندي three variable باخد two يعني دايما بنقص عدد ال variable بواحد اللي هما بيكونوا عدد السليكشن لون يعني لو اعطاني four variable رح يكون عندي three selection لو اعطاني five variable رح يكون عندي four selection لون فهلا عندي three variable معناها انا عندي two selection line هاي السليكشن الاول هاسمي اوكي ما منعطي تسميها هلا وهي السليكشن الثاني وبما انه هذا ان هاد رح يكون two to the power in معناها عندي اربعة تمام هلا ايش بعمل بختار variable معين هلا انا هون بهاد المثال رح اختار z بس هو لو كان محدد لك بالسؤال variable اللي تستعمله بتستعمله بتتقيد بالسؤال هلا الفكرة انه ال variable اللي انا رح استعمله ما رح احطه على selection بحط على selection variable اللي ما استعملته يعني بحط هون x y بالترتيب x y بحط x y هلا ضل عندي variable z كيف بحطه باخد اول صفر من زد مع اول one يعني عندي هاي اول صفر وهي اول one تمام انا رح اخدهم مع مقابل لهم بالfunction هلا لما كانت عندي الزد صفر كانت الفنكشن صفر ولما كانت الزد عندي عندي one كانت الفنكشن عندي one معناها ما تغير عندي الفنكشن فراح يكون عندي ال f equal z بالمرة الولى اللي بعده رح ااخد الزيرو صارت عندي one والone صارت عندي zero معناها ال f كان يساوي z براي تمام هون كان الصفر صفر والone صفر فراح يكون عندي f equal صفر على كل الجهة اخر واحدة كانت زد عندي صفر والفنكشن one والزد one الفنكشن one فمعناها عندي الفنكشن equal one هلا هدول اللي طلعوا معاي بالترتيب رح احطهم على ال input line z z برايم zero one هيك انا بكون رسمة multiplexer four by one function عادي اعطانيه بصيغة sum of min term بقدر ارسمه باستخدام الملتبلكسر نفس ما بدأي دي كودر تمام ناخد مثال تاني عندي four variable حال الرسم زي ما حكينا اول اشي لازم تأكد انه sum of min term عندي الفنكشن sum of min term حطيت الفور بدي ارسمه المتروف مستابل هلا حسب ما الفنكشن معطيني zero one zero يهو two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen وfifteen تمام هلا لما اجي بدي ارسم الملتبلكسر حكينا بنستثني variable يعني انا عندي four variable رح اخد ثلاث معناها الselection line رح يكون عندي three برسم الملتبلكسر رح يكون عندي three selection ورح يكون عندي one output ورح يكون عندي two to the bar three ليهو eight input one two three four five six eight اوكي هلا انا بدي اخد ال a هاي المرة ال variable اللي رح احطه على ال input زي ما حكيت السؤال ممكن يحدد لك ال variable اللي انت تاخده بس انا هلا بدي اخد اي عشان جربنا لما يكون d تمام هلا انا رح اخد ال a معناها ال selection رح يكون عندي b c d اوكي هون رح يطلع عندي function هلا ببدأ باخد اول صفر مع اول one يعني هاد وهاد اه لا هاد نشوف function شو كان عنده كان صفر وهون برضو كان صفر فاول اشي ال a كانت صفر one function كان صفر صفر معناها رح احط zero اللي هو f equal zero تمام هلا اللي بعده zero one صار عندي one zero يعني a prime اللي بعده zero اخدنا هاد هلا هاد اوكي zero one صار عندي zero zero فمعناها رح يكون عندي zero اللي بعده zero zero يعني نفس ال a رح يطلع عندي zero one 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 رح يكون عندي one اللي بعده zero one طلع عندي one one معناها برضو one اللي بعده zero one هون رح اخد one zero يعني نفس ال a رح يطلع عندي a اخر اشي zero 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 one صار one معناها برضو a واخر اشي zero 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 one ضل one فمعناها a هيك انا رسمت ال input line هلا عندي multiple zero 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 يطلب مني variable او اختار variable شوية بعيد يعني دي ما كان رح يقلبنا لانه دي اول zero اول one اقرب من بعض بس ال a ممكن شوية يصير فيه خربطة فهاي الطريقة لو بدنا نطبقها احسن بكتير يعني وما مش ممكن يصير عنده خربطة هلا ايش بنحط نعمل جدول بنحط i zero i one i two عدد line input four five six واخر اشي i seven تمام هلا هون بحط ال variable اللي انا اخترت وهون انا اخترت a رح احط a prime بالاول بعدين a هلا بشوف متى كانت عندي ال a prime كانت عندي prime بمن term zero ومن term one two three four five six seven تمام ومتى كانت عندي ال a كانت عندي بمن term eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen اوكي هلا بعلم الفونكشن شو متى كان one كان one عندي من term one من term three four eleven twelve اوكي هلا باجي هون ما تعلمت عندي ولا دوارة بحط zero هون عندي دوارة واحدة عند ال a prime فهون انا طلعتهم نفس اللي طلعوا معي zero a prime zero one one a a a فهاي الطريقة اضمن يعني لما يكون عندي ال variable البعيد يعني مش القريب اخر variable كتير سهل يعني كتير سهل اقارن zero zero one one طبعا بيختلف عندي اذا انا اخترت variable تاني يعني انه نفس السؤال بدي احله على variable d رح يختلف عندي ولهون كنت تلص نمت بالكسر يعطaquم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر